عزيزي برج الحمل أرى تطور مهم جدا في حياتي أنت تحت تأثير كوكب الزهرة هذا الشهر وهذه الطاقة يعني طاقة الزهرة ستمنحك الكثير من الفرص على الصعيد العاطفي والمادي يعني والدراسي إذا كنت تدرس العملي في كل المستويات لكن خاصة المادي والعاطفي العاطفي أكثر لأن هناك توازن لكن يطغى الطاقة العاطفية لكن تقول لك الكرت يجب عليك أن تتخذ لديك فرص كثيرة في يدك لكن يجب أن تعرف ماذا تختارك وكيف تختار نعم يعني وتستغل هذه الطاقة وهذه الفرص لتحقيق النجاح في كل من المستوى المادي والعاطفي أرى كذلك عزيزي برج الحمل أرى حركة أرى صفر أو رحيل ربما لدولة أخرى أرى أن وضعي حساسة جدا تجبرك على المغادرة نعم أنا أرى مغادرة وأرى أن هناك شخص شخص كنت تبحث عنه يعني طوال حياتك ستجده ربما بعد هذا الرحيل يعني كارت العشق كارت الحب وراء هذا الصفر أو الرحيل نعم نعم يقول لك الكارت أن أنت مررت يعني بمراحل يعني كنت يعني عشت في كآبة وحزن ويعني وضعية صعبة جدا لذلك الكارت يقول لك أن تغلق هذا الباب يعني أن تنسى الماضي لأنك بطريقة ما ما زلت تعيش في الماضي وتتذكر هذه الوضعية السلبية لذلك يقول لك الكارت افتح عينك أغلق هذه الباب أغلق يعني انسى هذا انسى هذا الماضي فهناك يعني فرص جميلة وألوان جميلة في هذا الطريق الذي يعني الذي ستمشي فيه نعم واخا التي خلينا نقرأ نعم يعني مررت يعني بمرحلة صعبة جدا عزيزي برج الحامل لدينا هنا الأمبراطور الأمبراطور يعني عندما أتكلم عن الأمبراطور أنا لا أقصد الرجل أو لا أقصد الرجل الأمبراطور هي قوة هي طاقة هي رسالة نعم يعني أنا أتكلم عن النساء والرجال عندما أقول الأمبراطور لا يعني هذا أنني أتكلم عن الرجل بل هي طاقة وقوة ورسالة إذن الأمبراطور يقول لك بأن يعني يهب لك طاقة الحكمة وقوة الاستقرار هذه الكرة قوية جدا لأن بيدك أشياء كثيرة الخير الرزق الحب الطاقة الكونية ستسهل عليك الأمور بشكل يعني رهيب لذلك يجب أن تتصرف بالحكمة نعم الأمبراطور هي الوضوح هي الطاقة الشمسية يعني النور والوضوح لذلك يعني يقول لك يعني كل شيء واضح يجب أن تعرف كيف تختار الأشياء ومتى وكيف كيف ومتى نعم أرى الحب طبعا نتكلم عن الحب الحب سيصل ذلك كالشخص الذي كنت تتمناه منذ يعني منذ زمن بعيد إنسان يعني إنسان يعني وفي إنسان هذا الحب الصافي الذي يريده كل واحد يعني كل البشر هذا الحب النقي الجميل هذا ما سيصلك عزيزي برج الحمل والطاقة التي أرىها هذا الحب قد يكون برج مائي يعني رطاقة مائية قد يكون برج مائي خاصة الحوت والصرطان أو هوائي الجوزاء والميزان وكذلك الدلو نعم أو كذلك الصرطان كذلك أرى أرى طاقة الصرطان كذلك إذن وطاقة الظهرة والمريخ كذلك ستسمح لك بالتعبير عن المشاعر مشاعر جميلة وصافية يعني من الطرفين هذا حب يعني جميل جدا حب رومانسي ويعني تلك الحكاية الجميلة يعني التي تبدأ بالخير بالسلام بالابتسابة ونهايتها تكون جميلة مثل قصص الأميرات والأمراء لذلك هذه هي أميرتك أو أميرك نعم إذن أخبار ممتازة ما أرى كذلك أرى عزيزي برج القوص أن عفوا الحمل الحمل أن في حياتك كانت هناك طاقة سلبية طاقة سلبية نعم طاقة سلبية ولا أقصد يعني العاطفيا بل بل الناس الذي يعني حولك هناك طاقة سلبية في حياتك يجب أن تتخلص منها وتبتعد عنها كذلك أرى يعني في الماضي خيبة ألا أمل وهذا يجب أن تنساه أكيد لأن ما سيأتيك هو يعني قصة يعني قصة الأمير والأميرة يعني الصفاء النقاء الوفاء الحب الطاهر هذا ما ستعيشه عديزي برج الحمل نعم إذن لنواصل ماذا أيضا عمقت القرط هذلك تتكلم عني الحيوية هذا الشهر ستكون ملئ بالحيوية والتفاؤل وبفضل هذا ستتغلب على العقبات العقبات هذا النجاح المادي هذا الكرط يعني نجاح مادي كبير جدا عزيزي برج وبداية بدايات جميلة وسعيدة وأرى يعني الكثير من الرزق الرزق والمال ربما بعد هذا الرحيل لكن أرى أنك ستحقق نجاح مادي مهم جدا نعم وماذا أيضا نتكلم عن هذا الشخص الذي قلنا أنه قد يكون من يعني طاقة مائية وهوائية وكذلك ربما قد يكون كذلك من برج طاقة نارية كذلك أرى طاقة نارية الشمس هي طاقة نارية لذلك قد يكون كذلك من برج الأسد أو الحمل مثلك أو القوس هذا هذا الإنسان عزيزي برج الأسد سيغير حياتك لا يمكنك أن تتخيل يعني كيف هو يعني سيأخذك من من جفاف الصحراء إلى رابع الواحة هذا الإنسان سيمسح دموعك بدموع اليسمن يعني هو إنسان لطيف يعني حب خالص حب حب جميل جدا حب جميل جدا يعني كما قلت حب الأميرة والأمير يعني بداية جميلة ستكون بداية جميلة ونهاية جميلة يعني ليس يعني نهاية العلاقة يعني مثل ما أريد أن أقول أنك ستعيش قصة حب جميلة جدا نعم هذا هو الإنسان الذي كنت تنتظره يعني شريك الحياة المثالي الحب الحقيقي هذه الكلمة التي كنت أبحث عنها لمغدتابي نعم هذا الإنسان سيجعلك تنسى كل ما يعني كل ما يعني هذه الوضعية الصعبة وسيمسح دموعك دموعك بمنديل اليسمين نعم أرى يعني كما قلت لك أرى غضر خيانة ليس فقط من من الطرف العاطف يعني يعني كانت عشت يعني مراحل سلبية جدا على المستوى العاطف وربما كذلك في العمل لأن أنا أرى يعني هناك غضر وخيانة من طرف ناس حولك يعني كذب نفاق لكن ستخرج من هذه الدائرة عزيزي ستخرج من هذه الدائرة وستصل إلى نجاح كبير نعم هي بداية هي بداية تمثل البداية بداية بداية إيجابية تغييرات مهمة جدا وهذه التغيير ستجعلك يعني تستعيد قوتك وحياة جميلة وهنيئة تنتظرك مع هذا الشخص وفي كل المستويات كانت هذه القراءة لبرج الحمل والآن سنرى هنيئة لأنها قراءة رائعة رغم أني ربما ما زلت في تلك الوضعية يعني التي عشتها وما زلت لم تنسى الماضي لكن صدقني هذه القراءة رائعة عزيزي برج الحمل لذلك كما قلت لك لا تضيع الفرص لا تضيع الفرص نعم لأن الطاقة السماوية النجمة يعني تقول لك بعدم الاستسلام عدم فقدان الأمل النجمة هي الأمل وعدم فقدان الأمل وتحقيق الأمنيات وأعتقد عزيزي أنك ستحقق كل الأمنيات التي يعني كنت تتمنها طوال حياتك قراءة جميلة جدا جميلة أنا سعيدة أنا سعيدة والآن لنرى لنرى طاقة نخلقوا الكارت معلش لنرى طاقة الملائكة سأخذ ثلاث ثلاث كارت لا خلوني نزول هذا أنا أحب النظام إيمان تحب النظام والترتيب نحيد هذا الكارت نخلوهم ونبدأ بالكارت الأولى الكارت الثانية والكارت الثالثة لنرى ما هي رسالة الملائكة الأولى تقول لك قوة الإرادة وهذا ما رأيناه كذلك في القراءة قوة الإرادة يعني عدم الاستسلام ودائما البحث عما تريده سوف تجد كل ما ستريده كل ما عليك هو عدم الاستسلام لنرى الكارت الثاني الكارت الثاني هو الإيمان الإيمان يعني أقول لك أن تبقى مع إيمان لا الإيمان يعني يعني الحب الحب الإلهي يعني الطاقة الكونية التي تغير العالم للأفضل وهذا ما حدث لك عزيزي برج الحمل أنت عشت فترة يعني سوداء تجارب سيئة والآن بفضل إيمانك ستعيش يعني الطاقة الكونية ستكون الكونية نعم ستكون بجانبك وستعيش يعني أجمل الأوقات ربما هي أجمل لحظات حياتك ستعيشها الآن عزيزي برج الحمل ولنرى خديت جوج معلش معلش سنقرأها هي كذلك الحكمة الحكمة يعني التصرف بالحكمة وهذا يعني ما رأيناه يعني الأمبراطور يقول لك يعني القوة في يدك يعني كل شيء بين يديك ويجب أن تتصرف بالحكمة ويجب أن تعرف ماذا تختار ومتى ستختار متى وأين وكيف يعني يجب أن تكون حكما وهذه كذلك يعني بغيت ناخد غير ثلاثة من آآ نحن يعني على يعني في هذه الأيام التطهير الرحاني يعني أقصد رمضان التطهير الرحاني يعني العودة للخالق وكذلك العودة للطبيعة والبحث عن النور الذي بداخلنا ذلك النور الذي يجعلنا نرى الحياة يعني بمنظور يعني القراءة لبرج الحمج هاني أنا قراءة جميلة جدا وأتمنى أن يكون قد أعجبتكم أن يكون قد أعجبكم أنتم تجبرون أني على التكلم باللغة العربية الفصحة وانظروا ماذا يحدث أكد أنكم تضحكون على الإيمان لكن ما عليش شنو كنت أقول أن نتمنى يا ربي أن تكون قد أعجبتكم هذه أول توقعات التي قمت بها في القناة ويبدأنا بالحمل وسنتابع أتمنى أن يكون قد أعجبكم هذا الفيديو أشكركم أتمنى لكم الخير رمضان كريم وحظ سعيد وشكرا لكم وبسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر